موسيقى بعد انقطاع طويل دام عقدين من الزمن يعود مهرجان بابل الدولي من جديد وبحلة مختلفة ليطلق دورته الخامس عشرة في مدينة بابل الأثرية دعوات وصفت بالمتشددة سبقت انطلاق المهرجان تمثلت في اعتراض جهات دينية على وجود فقرات غنائية ضمن فعاليات مهرجان بابل وهددت بإقامة اعتصامات في حال المضي قدما بعرض الفقرات الغنائية ورغم ذلك انطلقت فعاليات المهرجان واستمرت لخمسة أيام وسط حضور جماهيري وصفه المنظمون بالكبير إذ وصف وزير الثقافة حسن ناظم الحضور الجماهيري في مهرجان بابل الدولي بالرسالة للعالم بأن العراق والعراقيين يدعمون الثقافة والفنو نحو ستين دولة وفرقة فنية من مختلف أنحاء العالم شاركت في فعاليات فكرية واقتصادية واجتماعية وفنية وأدبية فمعارض كتب ومعارض تشكيلية للرسم وغيرها من فعاليات المهرجان الذي شهد حضور نجوم غناء عربي وعودة نجوم عراقيين بعد سنوات من الغربة هذا ما شهده المواطن العربي عبر شاشة تلفازه لكن هذا ليس كل شيء فخلف هذا المهرجان لجان مختلفة أسهمت في ظهور بهذا الشكل فتجد إدارة محلية في محافظة بابل عملت على تعبيد الشوارع وإنارة الطرقات وكري الأنهر ورفع الأنقاض واستمرت في العمل ومن جهة أخرى نجد خطة أمنية وضعت لإنجاح فعاليات المهرجان تضمنت تخصيص قوات أمن لمرافقة الوفود من لحظة نزولهم من الطائرة وحتى عودتهم إلى ديارهم وأخرى مسؤولة عن حماية وتأمين مكان انعقاد المهرجان في المدينة الأثرية في بابل والطرق المؤدية إلى المحافظة اختتمت اليوم فعاليات المهرجان مع التأكيد إدارة المهرجان على عدم وجود أي مشاكل تنظيمية على الرغم من وصول أعداد كبيرة من الجماهير المشاركة في إحياء الفعاليات وصلت إلى ستة ألاف شخص في الساعة حسب إدارة المهرجان عدد من الفنانين العرب والعراقيين المشاركين في مهرجان بابل الدولي أعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم في المهرجان وعودة فعاليات مهرجان بابل الدولي الفنان المصري هاني شاكر عبر خلال حفله بمهرجان بابل عن سعادته بعودة المهرجان قائلا ليس غريب على الشعب العراقي حب الفنانين وحب الفن والثقافة الجميلة معربا عن أمله بأن يعود العراق إلى انفتاحه الفني والثقافي وأن يأتي إليه جميع الفنانين حول العالم أما الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فعبرت عن حبها للعراق وشعب قائلة جمهور العراق أول من حب نوال الزغبي وأنتم عشق متيم عراق الحضارة والثقافة والفن تحية كبيرة لكم ولوجودكم اليوم لا يليق بكم إلا السلام والفرح أما الفنانة شمس الكويتية فقالت عبرا حسابها على انستغرام كانت جولتي في شوارع عراق وبغداد الحبيبة بين أخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجة لحماية بينكم أنت الأمان والسند فضافت شمس أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق بلد الكرم والأمان والطيبة أما الفنان حاتم العراقي فقال أنه سعيد لوجوده في بلده العراق مؤكدا أن مهرجان بابل الدولي مهرجان ثقافي وحضاري مهم وأن انطلاقته الفنية بدأت من هذا المهرجان أي انطلاقة حاتم العراقي للحديث أكثر ينظم لنا من مدينة بابل من الحلة في مدينة بابل السيد حسن منديل محافظ بابل سيدة المحافظ شكرا للوجودك ويانا وأهلا وسهلا بيك ومساك الله بالخير أصفنا أولا أجواء بابل بعد عودة المهرجان إلها بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي العزيز أستاذ علي الزبيدي وحياك الله وبياك وحيا الله كادر فضائية الحرة الكريمة ومشاهدي في هذه الفضائية المكترمة أتقدم بجزيل شكري لحضاراتكم ولمن تابعكم ولمن قام بالتغطية إعلامية عن هذا الحدث الأدب الكبير الذي يقام على أرض بابل أرض التاريخ حقيقة لا يخفى على حضاراتكم منذ العام الماضي نهاية العام الماضي يوم على وجه التحديد يوم خمسة اتناعش بدأت اللجنة العليا لمهرجان بابل الدولي استعدادها لإكمال إقامة مهرجان بابل الدولي وهو جزء من عودة بابل إلى لائحة التراث العالمي وانطلاق هذه الفعاليات هو تعزيز إلى إعادة إدراج هذه المدينة العريقة الكبيرة إلى لائحة التراث العالمي لا يخفى على حضاراتكم الأجواء التي عشناها في الأيام الأربع الماضية واليوم الخامس نحن المنظمون شخصيا لم نتوقع أن يكون النجاح بهذا المستوى الكبير نعم العمل كان كبير الجهد كان كبير لسنة كاملة جهد متميز ليس مني في حسب جناب المحافظة أنا أستأذنك أريد تخشينا على هذه الجهود نحن نريد نخشي على هذه الجهود شنو اللي سوتوه من شهر 12 نعم أتحدث معك أتحدث معك نعم تعرف حضرتك الإدارة التنفيذية للمهرجان برئاستنا والإدارة التنفيذية برئاست الأخ المدير التنفيذي واللجنة الفنية والقائمين على اللجان المعنية كلهم بحسب اختصاصه أخذوا على عاتقهم تهيئة كل وسائل النجاح لهذا المهرجان وأخذوا أيضا على عاتقهم السفر إلى دول عربية وأجنبية ومخاطبات عديدة مع السفارات ووزارة الخارجية العراقية من أجل استقطاب هذا الحفل الكبير أو هذا الحجد الكبير من الناس باعتبار حضرتك تعرف والجميع يعرف أن العراق كان عليه مؤشر أن هناك قضايا أمنية وقلق أمني وأن العراق وبابل لا يمكن أن يعودوا إلى الحاضنة العالمية حاضنة الألب العالمي أو العربي ولا يمكن أن تعادل حياة في هذه المدن إلا أنه فعلا هذا الفريق كان جاد وكان كبير في إداءة وعملاق في منجزاتها من خلال التنسيق العالي مع الفرق والأنشطة والفعاليات التي يقيمت على كل المستويات على المستوى المحلي والمستوى الوطني ومستوى العربي المحافظة أريد أسأل أعذرني للمقاطعة أريد أسأل على شلون عذرا نعم عذرا أريد أسأل شلون انعكس المهرجان وفعاليات المهرجان على المدينة على اقتصاد المدينة على عودة هذه سياحة رجعت إلى بابل بعد غياب لسنوات وأهل الحلة وأهل بابل معروفين بكرمهم دعني أقول شكرا لك وشكرا على هذا الإطراء الطيب دعني أقول لي حضرتك بصراحة بابل ليس لديها أي مورد بابل هي محافظة للأسف من المحافظات التي دائما تأثرت في كل الموازنات بابل ليس لديها إيراد ذاتي بابل ليس لديها مدخل معين بابل ليس لديها منفذ حدودي بابل ليس لديها بترو دولار وبالتالي اتخذنا قرار داخل إدارة المحافظة أن نمضي باتجاه البحث عن إيرادات وهذا البحث لعله أهم هو الوضع السياحي والوضع الاقتصادي داخل المحافظة انعكس موضوع المهرجان انعكاسة إيجابية بتثبت 200% على المستوى الاقتصادي والمستوى السياحي في محافظة طابل نعم نحن في الخطوات الأولى من أجل قطاع السياحة ولكن أقول لي حضرتك نحن متفائلون جدا بهذا الإنجاز على سبيل المثال أقول لي حضرتك لسنين كبيرة وطويلة فنادق المحافظة وهي فنادق قليلة جدا قليلة كانت فنادق بائسة والإيراد العائد لها إيراد بسيط ولا يمكن أن تسد حاجتها في غضون عشرة أيام قبل المهرجان بخمسة أيام والحد هذا اليوم كل الفنادق أسعارها ارتفعت إيرادها ارتفع الوضع الاقتصادي حركة في الشارع حركة في المشتريات حركة في نقل المسافرين على مستوى النقل العام أو النقل الخاص هناك إنعكاسة إيجابية على المستوى الاقتصادي نحن كفريق نجحنا نجاح كبير بفضل الله سبحانه وتعالى بتسويق بابل إلى العالم أنا أريد تسويق بابل إلى العالم بنفس الوقت كبيرة ليست ملكا لبابل عذرا ليست ملكا لبابل ولا ملكا للعراق ولا ملكا الوطن العربي وإنما ملكا للعالم أجمع هذه المدينة التي تفتاز بتنوع كبير قد يختلف عن بقية المحافظة التسويق حضرتك قلت كلمة مهمة قلت أن نسوق بابل للعالم ونخلي العالم يجي لبابل أريد شلون تسوق بابل للبغداد حتى ينطوكم فلوس بالموازنة وحتى تصير عندك فلوس تستطيع تتصرف بها بداخل محافظتك حقيقة لا يخفى على حضرتك لم يوفر لنا مبلغ دينار واحد إلى المهرجان اعتمدنا على جهدنا الذاتية اعتمدنا على الرعاة الذين هم استقطبوا غطوا هذه النشاط وهم تولوا رعاية هذه النشاط الفنية لأنه لا ننسى أن هناك العشرات من الفعاليات المهمة التي قيمت في مهرجان بابل لم يصلت عليها الضوء بشكل كبير هذه النشاط جدا مهمة أولها هو معرض صناعي علمي كبير جدا كبير تضمن على اشتراك أكثر من 36 شركة من كل عراق في محافظة بابل تمثلت بفتتاح معرض بابل الدولي للصناعات ضمن إطار مهرجان بابل الدولي هذا جزء من التسويق اليوم نعرض مهرجان ونعرض مسرح البابلي على شاشة التلفزيون وحضرتك أعتقد والجميع تابع أنه لا يضاهيه كل المهرجان التي تحصل في الوطن العربي وفي العالم الحضور نتوقع في المسرح البابلي خمسة آلاف الحاجة الفعلية والسعة لهذا المسرح البابلي إلا أنه الأعداد يوميا تتضاعف مرتين أو أكثر في هذا المسرح البابلي وأحيانا ينتابنا القلق لأن أعداد كبيرة ليست في مستوى إمكانياتنا البسيطة الذاتية قبل ما أسأل على الجانب الأمني تقف الحكومة المركزية معنا ووزارة المالية حتى يصل تسويقنا إلى أفضل حال حتى الجميع يعرف أن بابل هي قبلة للجميع قبلة للعراق كله وليست للمحافظة بابل حكامي أنا أستأذنك أريد أقول قبل ما نحكي بالموضوع الأمني أو هو جزء من الموضوع الأمني هو جزء من الموضوع الأمني أريد أسأل كان أكو بعض الاعتراضات وبعض المطالب بأن المهرجان ما يصير وما يصير بأغاني وأكو دعاوة من جهات دينية يعني كيف ترون هكذا نوع من الدعوات كيف تتفعلون وياها دعني أعطيك جواب قاصر لهذا الموضوع لا أعطيك جواب كامل وأنا أتحفظ بهذا الجواب لأن الإجابة عن هذا السؤال بشكل كبير وأحتفظ به إلى نفسي أقول لي حضرتك المهرجان حتى نحن لم نسوق المهرجان بالطريقة التي كنا نأمل إلها بسبب ضعف إمكانياتنا وقلت لحضرتك ألا يكفي أنه أنت اليوم في مستوى محلي بإمكانيات تعتمد على رعاة يقدمون الدعم إلى الفنانيين وإلى النشاطات وأن تصل إلى هذه المرحلة لم يصل تضوء على معرض بابل الدولي للصناعات لم يصل تضوء على المعرض الزراعي للمنتجات المحلية لم يصل تضوء على معرض الكتاب التي اشتركت فيه أكثر من 26 دار للكتب لم يصل تضوء على المسرح التشكيلي الذي اشتركت به أكثر من 24 دولة من فرنسا من رومانيا من السويد من النمسا من دول عربية عدة اشتركت في هذا المعرض التشكيلي لم يصل تضوء على المسرح الحر والرسم الحر لم يصل تضوء على المنتجات الشعرية واللقاءات الشعرية فالبعض أكيد لما ينتقد ينتقد بصور من زاوية معينة وينسى أو يتناسى بعض الإجراءات لذلك أقول لحضرتك هذا جوابي وأعتقد واضح لحضرتك كيف كيف لي أن أجيب على هذا واضح واضح إجابة حضرتك أيضا أسأل الاستعدادات الأمنية الحمد لله ما سمعنا أي نوع من أنواع الخروقات أي نوع من أنواع التجاوزات التنسيق شلون كان على الجانب الأمني ما بين الدارة المحلية وما بين من الذي قام بالحماية هل هي من بر بابل أو من داخل بابل أبدا أبدا من خلالك أرفع القبعة وأثني الوسادة إلى قواتنا الأمنية في محافظة بابل بمقدمتهم الأخوة في المخابرات في الأمن الوطني في قيادة شرطة بابل في الأجهزة الاستخبارية في الدفاع المدني في المرور أدوا عملهم بتفاني ونحن فعلا أثبتنا أنا من حقي أن أفتخر بجهدي وبنفسي أثبتنا أننا قادرين على إدارة الدولة بهالحجم هذا وبهالمستوى هذا تستقطب آلاف من الزائرين يوميا يوميا آلاف من الزائرين على مدى خمسة أيام بإمكانيات تحت البسيطة طيب يعني واضح من إجابة حضرتك أن المدينة محتاجة موازنة ومحتاجة فلوس من بغداد لكن أريد أسأل تطوير البنى التحتية شوكت وشلون لازم يبدي من وجهة نظركم حتى نقول مو بس مهرجان بابل نقول السنة كلها أكو زوار يرحون البابل تمام تمام لا يخفى على حضرتك نحن في بابل ما انعكس علينا انعكاسة سلبية هو أحيانا الوضع السياسي المتقلب تعرف حضرتك في كل حكومة تحتاج جزء من الاستقرار حتى تؤدي دورها وعملها بشكل جيد هذا الاستقرار أساسي في العمل التقلبات التي حصلت في محافظة بابل في الأيام الماضية انعكست انعكاسة سلبية هذه السنتين الأخيرتين نحن عملنا بشكل جديد على تأسيس البنى التحتية ومنها مشروع مجار الحلة الكبير الذي تم حالته وتم تعاقد عليه وتم توفير مبلغ القرض وعلى أبواب ان شاء الله تعالى حسب موضوعه والمباشرة بعمله بعد أن تم دعم مشروع مجار الحلة الكبير الخطوط الناقلة والذي هو قيد العمل من قبل الوزارة ويسير باتجاه صحيح وبانسيابية عالية ونحن في هذه الخطة عملنا على فتح طرق حولية بإذن الله تعالى إضافة إلى أنه بدأنا بتطوير المدينة القديمة الشوارع القديمة التي لم يدخل لها إعمار إطلاقا أحلنا مشاريع فيها ناهيك عن المجسرات الرئيسية التي أكملناها بفضل متابعتنا وجهودنا وبفضل فريق أريد أيضا أن هذه نقطة القطاع الخاص شلون تساعدون القطاع الخاص والدور اللي يقوم بالقطاع الخاص في بابل شلون تشوفوه وشلون تساعدون القطاع الخاص لا يخفى على حضرتك الجميع كانوا قلقين من أنه إذا ما فشلت تجربة السياحة وتجربة المهرجان قد ينعكس العكاس السلبية نجاح المهرجان أعطى دافع للقطاع الخاص ونحن أصلا القطاع الخاص في محافظة بابل داعمين له بشكل كبير وبالذات الشركات وشركات المقاولات التي تعمل بشكل جيد والتي ندعمها بالذات المقاولي وشركات محافظة بابل ناهيك عن القطاعات الأخرى التي أيضا أعلنت دعمها أنه في الأيام القادمة وحتى في الأيام الماضية التي بدأنا وإن كان الدعم بشكل متردد من هنا وهناك إلا أنه أعتقد هذه الخطوة ستكون هي خطوة جادة لأن تعطي رسالة إلى كل القطاع الخاص بضرورة دعم هكذا قطاع مهم وهو قطاع السياحة الذي يرد بإيرادات مهمة جدا ومهمة على المستوى الاقتصادي ومستوى المحافظة أريد أقول إن شاء الله لقاء كامل ويسمح لنا الوقت أكثر حتى نحتي على بابل وكل احتياجات المدينة وكل المشاريع التي ممكن نحشي عليها وتفيد المواطن الحلي أريد أشكر سيد حسن منديل محافظ بابل على هذا الوقت وعلى هذه المشاركة شكرا لك بعد الفاصل نرحب بضيوفنا الكرام من بابل وبغداد والحديث حول مهرجان بابل الدولي في الدورة الخامس عشر وما رافقها من فعاليات وما سبقها من تهديدات أهلا بكم متابع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي عادت مدينة بابل الأثرية وأحيت مهرجانها الدولي بمشاركة واسعة من نجوم عرب وعراقيين مغتربين إلى جانب فعاليات أخرى من ضمنها عرض للأزياء البابلية ومعارض ثقافية وصناعية عراقية على مدى خمسة أيام عاش العراقيون أجواء من الفرح والرقص والغناء في مهرجان بابل الدولي الذي شاركت فيه فرق تنية عراقية وعربية ودولية منذ مطلع العام الحالي بدأت الحكومة المحلية في محافظة بابل بإعادة إعمار المسرح البابلي والمدينة الأثرية استعدادا لعودة مهرجان بابل الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من عقدين من الزمن كانت خلالها مدينة بابل الأثرية تعاني الإهمال الشديد إقامة المهرجان واجهة اعتراضا من رجال دين ومتشددين في محافظة بابل تظاهر مطالبين بإلغاء إقامته معللين سبب رفضهم بأن الموسيقى حرام ولكن إدارة المهرجان أصرت على إقامته في موعده المحدد في الثامن والعشرين من تشرين الأول وبالفعل انطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي وبمشاركة خمسين دولة معارض فنية وثقافية وصناعية وجلسات فنية وحفلات موسيقية أحياها نخبة من الفنانين العراقيين والعرب والأجانب المشاركة الثالثة من خمسة وتسعين واليوم الحقيقة سعيد جدا أنه أشارك وكلش فرحني الجمهور والحضور والمنسقين لهذا المهرجان وأتمنى إن شاء الله تتكرر هذه جدا فخورة أني اليوم موجودة بمهرجان بابل هذا المهرجان العريق اللي نحن كل العرب فخورين أنه رجع أنتعش أنا كثير ممسوطة أني اليوم موجودة معكم بمهرجان بابل هذا البلد العريق بلد الأصالي بلد الثقافي يقول الفنانون المشاركون إنهم كانوا متخوفين من القدوم إلى العراق بسبب الصورة المأساوية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام لكنهم وجدوا شيئا لا يشبه مخاوفهم هذه هي زيارتنا الأولى للعراق البعض كان متخوف من زيارة العراق بسبب ما نسمعه في الأخبار عن الحرب لكننا سعيدون بهذه الأجواء الآمنة قدمنا رقصات بالية ورقصات تراثية وشاهدنا أعجابا وتفاعل من الجمهور وعلى هامش المهرجان تم تكريم العشرات من المبدعين العرب والعراقيين لتختتم فعالياته اليوم الاثنين دون تسجيل أي خرق أمني يذكر على الرغم من بعض الأخطاء الفنية التي رافقت المهرجان يودع أهالي بابل ضيوفهم الذين قدموا من خمسين دولة عربية وأجنبية وآلاف السائحين على أمل اللقاء بهم في السنوات القادمة لبرنامج بالعراقي عيسى العطواني بابل طيب للحديث أكثر ينظم لنا من بغداد السيد عماد جاسم وكيل وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية ومن بابل للدكتور محمد ربيعي مدير مهرجان بابل الدولي ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم فيه بالعراقي ومساكم الله بالخير أنا ردت أسأل بالبداية أن الضيفية أسألكم شنو إحساسكم لما شفتوا المهرجان وشفتوا المطربين مرة أخرى واكفين على المسرح البابلي بس خليني أسمعها يمكن منكم خلال الحوار بس أروح لدكتور محمد الأول دكتور حشينا صورة فعاليات الاختتام لمهرجان بابل وشلون هي الأجواء مرحبا بكم مساء الخير وأنا موجود هنا في كواليس المسرح البابلي التي تسمى قصر التمثيل هنا كان البابيون وهيؤون أنفسهم للنزول إلى المسرح وهو مسرح روماني هناك للإسكندر حيث حكم هنا وتوفي في بابل وقال قولته الشهيرة من لم يرى بابل لم يرى شيئا في حياته تأكيد نحن لدينا شعور غامر بالفرحة الفرحة والبكاء لا تتصور مقدار المشاعر عندما نذهب من خلف الكواليس لنشاهد آلاف الناس وهم يهتفون للعراق ويرفعون علمه ويعيشون حياة هانئة سعيدة لا تتصور فرحتنا ونحن نصنع الحياة من خلال الكتاب لا تتصور فرحتنا ونحن نشاهد الأطفال يتجولون من أمام بوابة عشتار ونحن نعرض لهم مسرح الشارع والمهرجون والدمى ونصنع لهم الفرحة بالخيول والعربات البابلية لا تتصور مدى فرحتنا ونحن نشاهد بعض الاقتصاديين يتبادلون الأطراف الحديثي عن تبادل التجاري في المعرض الاقتصادي للشركات العراقية والعربية والعالمية كثير من زملائي وفريق العمل معي ينظرون من كواليس المسرح فتنهال دموعهم من أعينهم ثق هناك بعض المشاركين من غير العرب جاءوا فبكوا هنا هنا اختلطت مشاعر حب الوطن بمشاعر الإنسانية أيضا نعم أشكرك دكتور محمد على الإجابة هذه البدية النبيهة لا أسمع جيدا سيد عماد سؤالي بعد غياب لسنوات بعد غياب لسنوات كيف ترون اليوم عودة مهرجان بابل إلى العراق وإلى بابل تحديداً؟ طبعاً شكراً جزيلاً على الاستضافة مثل ما أشاروا الضيوف قبلي إلى أهمية هكذا نوع من الكرنبالات كرنبالات الفرح، كرنبالات الثقافة، الإبداع يعود بريق جماليات الأمسيات العراقية ونحن نرى الوجوه التي قدمت إلى بابل مثل ما قدمت اليوم اليوم أنا جئتكم ضيفاً للبرنامج إلى بغداد وكنت قبل دقائق وصلت من منطقة الحبانية في الفلوجة أيضاً هناك مهرجان كبير اسمه العراقي يغني بمشاركة فرق عربية وفرق عراقية وعرض للأزياء فجاء بابل مكملاً لخطط وزارة الثقافة بالتعاون مع الحكومات المحلية للتأكيد على أن بلادنا لا زالت تفخر بجماليات إبداعها بتنوعها، بتأكيدها على حب الحياة وعشق الحياة لا يختلف اثنان على أن بلد خرج من ركام المعارك خرج من العديد من المشاكل التي حاطت به في السنوات الأخيرة لابد أن تكون هناك ثم التعثرات حصلت وعلينا أن نعترف وأيضاً نراجع ذواتنا في إمكانية أن نخرج بهكذا مهرجان بهذا الحجم من خلال تواضع إمكانيات حكومات محلية لكن كان هناك دعماً من وزارة الثقافة من مؤسسات وزارة الثقافة لذلك نحن نقابل العتب الذي وجهه من الجمهور ونحن نحضر اليوم الأول من افتتاحية المهرجان بإشكاليات في الصوت، في إشكاليات بالتنظيم بعتب العديد من العراقين وهم يقدمون بخطوات طويلة من الشارع الرئيسي ليتمكنوا إلى الوصول ويجدوا ثمت أخطاء حصلت لكن القضية هنا وهناك هن هنا وهن هناك لابد أن نعرف أو نتأكد أو نشير إلى أهمية وجود هذا العدد الكبير من الفرق العربية والغربية وأهمية أن ينفتح العراق على الجمهور العربي وعلى الفرق الغربية التي جاءت مستبشرة كل مطرب يصعد على المسرح يقول تحقق حلمي تحدثت شمس الكويتية تحدثت تحدثت عدد المطربين أليس هذا إنجاز كبيرا للثقافة العراقية سيد عمال أفضل المقاطع أدي صديق صحفي عربي قال لي العراقي بلهجته طبعا العراقي يبين عليه الفرح ويبين عليه الخير فلما حتى تشوف المشهد مشهد الناس يغنون ويركسون وباين عليهم الفرحة هذا بحد ذاته هو أمر جميل مثل ما حشى عليه دكتور محمد طبعا القضية لم تقتصر على جمهور محلي من بابل رغم أن الجمهور المحلي من بابل كان جميلا ورائعا باستقبال ضيوفه عبر عن عمق الانسجام مع التعطش لوجود سياح ووجود فرق عربية وغربية فلذلك كانوا يرفعوا أصواتهم بالبهجة ويقولون هلا بيك هلا ويرفعون أصواتهم حتى أن الكثير من المطربين كانوا ينفجرون بالبكاء نتيجة الحنين إلى العودة إلى الأحضان العراقية أو عودة العراق إلى الأحضان العربية من جديد وبالتالي هذه خطوة مكملة لخطوات عديدة اتخذتها وزارة الثقافة مع المؤسسات الأخرى بأن تنظم مهرجانات بعد فترة من الجائحة اليوم نحن مقبلون على عدد كبير من المهرجانات غدا لدينا افتتاح إلى مهرجان بابل أيضا بعد سبات الأيام القادمة سيكون لدينا أسبوع للثقافة السعودية لأول مرة تحدث للعراق بعد 18 عاما ثم تحنين جارف من قبل المثقفين والمبدعين العرب للمشاركة في مهرجانات حتى وإن كانت متواضعة الإمكانيات مثل ما أشار زملائي نتمنى أيضا نحشي بهذه المواضيع سيد أماد نحن نتمنى نحشي بهذه المواضيع إن شاء الله تصنح لنا الفرصة ونستضيف حضرتك أو من يمثل الوزارة في الأسبوع السعودي أو في حلقات ثانية ونصلت الضوء على هذه الجهود دكتور محمد أريد أن أسأل التحديات التي واجهتكم في المهرجان نعم بالتأكيد مهرجان بهذا الحجم لا بد أن تواجه بعض الصعوبات نحن منذ البداية قررنا بأن لا يكون مهرجان بابل مقتصرا على ما يؤدى في المسرح البابلي نحن لدينا 24 فقرة في مهرجان بابل الدولي أشار إليها السيد محافظ بابل وأشار إليها الضيف الكريم ضمنا لدينا معارض الكتاب لدينا المهرجانات الشعرية لدينا السمبوزيوم الرسم الحور لدينا سينما الأنيميشن لأول مرة هناك أعمار حصرية لمهرجان بابل اشتركت فيه 26 دولة وفقرات أخرى كثيرة بالتأكيد كل هذا يحتاج إلى جهد الجهد الأكبر كيف أنك تقنع 58 دولة بأن يأتوا للعراق هذا جهد دولة تحول إلى جهد أفراد نحن مجموعة من الأشخاص عملنا بمفردنا بالاستعانة مع الأخوة كاستشاريين في وزارة الثقافة منذ البداية إذ دخلت وزارة الثقافة راعية مشاركة استشارية فالأمر يهمها أيضا كانت نا نا يبدو هناك مشكلة بالاتصال مع دكتور محمد أيضا سيد عماد موضوع البنى التحتية موضوع البنى التحتية كنا نعرف بعد محتاجين بنادق محتاجين طرق محتاجين تأهيل للبنى السياحية تحتية للسياحة في العراق كون الوزارة تشتغل على بناء البنى التحتية للقطاع السياحي في العراق طبعا لا يخفى على كل العراقيين ولا نجامل في هذه القضية نحن عشنا سنوات عجاف العراقيون يعرفون ما يحصل في هذه المحافظات وفي بغداد فبالتالي الفعل الثقافي يقدم رسائل عدة ليست فقط رسائل للعالم أو رسائل للجمهور من أجل البهجة والفرح والمتعة لكن هي رسائل عتب رسائل تأكيد على أهمية إعادة النظر بالبنى التحتية سواء للمدن التراثية أو للمدن السياحية والتأكيد على أن الثقافة يمكن أن تكون رافدا كبيرا للاقتصاد بمعية السياحة لذلك في وزارة الثقافة خطينا خطوات واسعة واليوم في هذا العام تحديدا هناك نجاحات كبيرة لهيئة السياحة بتحقيقها أرباح من خلال تواصلها وعملها والتأكيد على جانب الاستثمار نعود إلى قضية البنى التحتية دعونا نتحدث بصراحة إلى جمهورنا طيلة الفترة البرلمان القوى السياسية لا تضع أولوية واضحة بل لا تضع الأولوية المقنعة للفعل الثقافي وللمهرجانات الثقافية فبالتالي تكون الميزانية مقتصرة على جوانب الكهرباء وجوانب الأمنية والمؤسسات الأمنية فبالتالي بعد أن يرى المشرعون ويرى السياسيون أهمية الفعل الثقافي وزراعة البهجة بنفوس الناس والتأكيد على تدسير العلاقة ما بين العراقيين والجمهور العربي والغربي لا بد أن يفكر كثيرا هذا السياسي أو ذلك المسؤول بأهمية أن تمنح للثقافة العراقية ميزانية حقيقية نحن نعاني في وزارة الثقافة كل عام من غياب الموازنات أكون مفاتحات أكيد سيد عماد أكيد الوزارة تفاتح الحكومة بهذه المخصصات أو بهذه الموازنات شنو الرد الحكومي اللي يجي بهالحال حقيقة يعني الكثير من الأفعال التي حصلت في الفترة الأخيرة من محاولات حثيثة من أجل التأكيد على إعادة النظر بالبنى التحتية فيما يخص إعادة النظر بالمتاحف إعادة النظر في المسارح اليوم هناك تبرعات حصلت لأجل إعادة إحياء مسرح الرشيد الذي كان يعني مهملا لسنوات طويلة وبفضل عدد من الفنانين ومدير عام السينما والمسرح والسيد وزير الثقافة وعدد من الشركات الإنتاجية والشركات المستثمرة ساهمنا في إعادة النور إلى مسرح الرشيد لكن مسرح الرشيد والأوبرا ومسارح الشعب ومسارح كثيرة تنتظر يد الدولة فبالتالي الحكومة العراقية مطالبة اليوم أن تنظر باهتمام لسعادة العراقيين بالثقافة العراقيون عشاق الجمال وبالتالي هم يتصدرون الشعوب العربية نحن ذهبنا في إيفاد قبل أيام ووجدنا ترحيب الجانب السعودي وجدنا ترحيب الجانب الإماراتي بأهمية أن ينظموا أسابيع هنا وبيهمية أن يستغيقوا معرض الكتاب في الشعودية حضرتك سيد العارفين لدينا فاصل قصير وبعد الفاصل أريد أن أكمل لي على هذه النقطة أستاذكم ضيوف الكرام بعد الفاصل الحديث مستمر حول مهرجان بابل الدولي في الدورة الخامس عشر وما رافقه من مشاركة دولية واسعة أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراقي كتاب وناشطون استنكروا ردود الفعل المطالبة بإلغاء الفقرات الغنائية في مهرجان بابل كونها تساهم في تقييد الحريات وفرض المعتقدات القاصة على العامة على حد قولهم الشعب العراقي متعدد القوميات ومتعدد الأديان فلا يمكن فرض أيديولوجية وفرض معتقد على الآخرين الناس الآن سئمت من سماع هذه الاستكارات ولم تسمع استنكار على الذين قتلوا في الشوارع لم تسمع استنكار على الذين أجروا الآن من منطقة ديالة لم نسمع استنكار عن ماذا يجري في هذا البلد نسمع استنكار ضد ناس تحبوا الحياة مهرجان بابل مهرجان الفرح وبراز قيمة العراق التاريخية من حيث الفين والتاريخ والآثار العراق العراق الموصلي وعراق زرياب وعراق يعني كل الفنانين العراقيين فالعراق دائما يبحث عن الفرح وعن العلم وعن السعادة وهذول اللي يمنعون الفرح الظلاميين بعدين بغداد بغداد السلام وبغداد الفرح المفروض من الأحزاب عدم تدخل بهذا الموضوع شعنا لأن هذا الموضوع هو تابع أساسا للحكومة العراقية والوزارة الثقافة بالأخص ماكو داعي عن يربضون مثلا هكذا مهرجانات ويغيرون نظرة العالم على العراق للحضارة القديمة وبلد السومر نود الترحيب بضيوفنا الكرام من بغداد السيد عماد جاسم وكيل وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية ومن بابل الدكتور محمد الروعي مدير مهرجان بابل الدولي مرة أخرى أهلا بكم ضيوفي الكرام أريد أسمع تعليقك دكتور محمد على هذه المطالبات بإلغاء بعض الفقرات الغنائية التي أجدت من بعض الأطراف في بها نعم بالحقيقة نحن في مدينة متعددة الأهواء والثقافات وبالأصل بالفعل هي مدينة ذات طابع ديني ولكن هناك احترام للرأي والرأي الآخر بالتالي أن صاحب الأمر قال قولته وهي نقابة الفنانين ووزارة الثقافة أيضا وصار الموضوع بكتاب الرسمي يتبنى موضوع هذه الفقرة ثم أننا أشرنا إلى أن هذه الفقرة هي واحدة من 24 فقرة أخرى لذلك من أراد أن يستزيد علما وفكرا وأدبا ومحاضرة في الآثار هناك ما يمكن أن يستزيد به من خلال مهرجان بابل نحن نحاول أن نسوق العراق ثقافة هذه الفقرة هي جزء من الثقافة العامة معارض الكتب هي ثقافة السينما وسينما الأنميشن هي ثقافة الشعر هو ثقافة وزير الثقافة معالي وزير الثقافة والسياحة والأثر كان هنا بافتتاح فعالية شعرية قراءات شعرية ثم محاضرة آثارية في غاية الأهمية كان مكانها خلف بوابة عشتار هكذا نحن هنا متعددوا الثقافات متعددوا الأفكار متعددوا المشارب طيب طيب يعني سيد عماد أيضا أريد أسمع وجهة نظرك على موضوع ردود الفعل أو المطالبات بإلغاء بعض الفقرات الغنائية السؤال إلي موجه نعم سيد عماد نعم سيد عماد أريد وجهة نظركم أيضا في المطالبات التي تقول أنه ما نريد نسمع أغاني وما نريد الفقرات الغنائية بمارجان بابل يعني هذا تشدد شون تشوفوه نعم نعم كما أشار الزميل العزيز من بابل والقضية تتعلق ببابل وبعض التيارات التي صدرت منها ونحن كمتلقين كنا في بغداد القضية تتعلق بوجود هذا التنوع في العراق وجود مشارب ثقافية متنوعة تنظر إلى المشهد الإبداعي والجمالي والثقافي برؤى متباينة فليس لنا أن نقف كثيرا عند الآراء هنا وهنا الفعل الثقافي هو فعل مواجهة الفعل الجمالي هو الفعل الإبداعي قد يكون يصنع الدهشة للطرفين الطرف الرافض والطرف القابل لذلك فنحن نحترم العديد من التوجهات على أن لا تتعارض مع توجهات النسبة الكبيرة من العراقيين المحبين والعاشقين للجمال والذين يريدون أن يعودون البلد بلد التمدن بلد التحضر ما حصل ويحصل الآن في البلاد تأكيد على ثبات موقف العراقيين لحب الحياة وهم يصدحون بالغناء هذه الأمسيات على تواضعها هذه المهرجانات على غياب الإمكانيات وضعف الإمكانيات تدلل على أن الشعب الأوفى لتاريخه الشعب الأوفى لمشواره في تأتي الموت وصور الموت تحسيننا أيضا على جهود وزارة الثقافة في مسألة إعادة بابل إلى قائمة التراث العالمي هل أكو تقدم في هذا الموضوع؟ نعم علينا أن نتوقف منذ زيارة البابا والمنهاج الحافل لهيئة الآثار والتراث التي تعمل بشكل جاد من خلال مؤسساتها اليوم هناك قفزة كبيرة حقيقة يعرفها المتابعون في عمل هيئة الآثار مثلما هناك قفزة في هيئة السياحة هناك تطور في العمل لا ننكر أنه ثمت وجود عوائق تمنع من عودة الشركات الرصينة والمهمة لمتابعة المواقع الأثرية المواقع الأثرية تعاني من تجاوزات يمكن بسبب الفوضى الحاصلة أحيانا في الحكومات المحلية ليست سبب الحكومات المحلية بإدارتها وإنما أيضا بسبب التجاوزات من السكان التجاوزات بغياب وجود مشروع إصلاحي وأيضا تنازع الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لذلك وزارة الثقافة أعدت العدة بخطوات رصينة وثابتة لتسير العلاقة مع الحكومات المحلية للاهتمام أكثر لنوسع من السياحة الثقافية أسمينا مشروعنا السياحة الثقافية التي نأمل أن يكون رافدا للموازنة وبالتالي على الكل أن تتعاضد على كل الجهاد أن تتعاضد لإنجاح خطط وزارة الثقافة المعنية والمهتمة بإعادة البريق للآثار العراقية واستقبال السياح مثل ما أشار البابا ومثل ما أشرنا كثيرا إلى أهمية أن تكون المواقع الأثرية مزارا للعراقين دكتور محمد أيضا سيد محافظ بابل ذكر نقطة أن القطاع الخاص حصلوا على دعم لكن دعم متردد يعني دعم المهرجان القطاع الخاص دعم المهرجان لكن الدعم كان دعم متردد لماذا من وجهة نظرك؟ أنا بالتأكيد جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاع الخاص يعني هم معذورون في هذه المسألة ربما أن القطاع الخاص ليس بأفضل حالاته لكن لو أقيمت هكذا مهرجانات وتظاهرات ثقافية بالتأكيد ستشجع القطاع الخاص هذه تجربة أولى بالتأكيد هم استفادوا وكما أشيع أن فنادق المحافظة لا يوجد فيها سرير واحد ممكن أن يستغل لضيوف المهرجان حتى أن فنادق المحافظات المجاورة أعلنت تخفيض بالأسعار مع وجود أشياء أخرى مثل الذهاب والإياب بسيارات إلى بابل ذهابا وإيابا فهذا كله مشجع للقطاع الخاص على أن يطور نفسه لاستقبال مثل هكذا تظاهرات ثقافية سيد عماد أريد أيضا تعرج حضرتك وتشرحنا أكثر على الأسبوع الثقافي السعودي للمفروض تحتضن بغداد وأيضا أي نشاطات أخرى للوزارة خارج العراق نعم حقيقة يمكن هذا العام الأكثر تقدما في مجال توحيد الجهود وإرساء ثوابت في عملية التعامل مع الثقافة العربية وثقافة أيضا في الدول الغربية التي تريد أن نمد الجسور وبحرص ما حصل في معرض الكتاب من وفد كبير يضم أكثر من ستين مثقفا بالإضافة إلى قيادات الوزارة ذهبنا كضيف شرف في معرض الكتاب وجدنا الترحيب الكبير من قبل المؤسسات الثقافية في السعودية وبالتالي أكدت الجهات السعودية الثقافية والمثقفون السعوديون بأهمية أن تكون هناك مساعي لإعداد خطط مشتركة باستضافة فعاليات ثقافية في العراق وسيحصل قريبا جدا في الأسبوعين القادمة بالإضافة إلى وجود مشاركة عربية في مهرجان مسرح بغداد الدولي باستضافة 17 دولة عربية بعروض مسرحية بعد أكثر من ثلاثة أعوام وأيضا بعد 17 عاما أو أكثر من 17 عاما من الجانب السعودي لم تدخل مسرحية أو فرقة واليوم السعوديون يدعون العراقيين سيكون هناك عرض أسياء في السعودية سيكون هناك فرقة للفنون الشعبية سيكون المسرح العراقي حاضرا في أكسبو وفي الإمارات وأيضا في السعودية وهناك دعوات تردنا من الجزائر وتونس والمغرب الكل متعطش لعودة الثقافة العراقية ذلك الحنين الكبير العراق لا زال متميزا مبدعا يخلق السؤال الفكري ويؤدي دروح الحضاري أستأذنك سيد عماد خلينا نروح الدكتور محمد دكتور محمد تعليق حضرتك على ما قال سيد عماد في أقل من دقيقة لو سمحت حول أي موضوع بالضبط نحكي على أن دور العراق وتوسيع الدارة الثقافية والاهتمام بالمجال الثقافي بالعراق صدقني صدقني هناك فنانون عرب كبار ومشتركون في الفعاليات الثقافية المرافقة لمهرجان بابل قالوا نحن نأمل أن يكون الانطلاق من بابل هذا حلم هذا حلم كل العراقيين بالتأكيد السعي سيكون لهذا الموضوع وأنا واثق أن مهرجان بابل في هذه النسخة سيعيد تسويق الثقافة إلى الوطن العربي وسواه هنا اشتركت الثمانية وخمسون دولة وأنا للأسف اعتذرت لبعض الدول أن تشترك لضيق الوقت شكرا دكتور محمد أريد أشكركم وأشكر كل من يعمل على حياء الثقافة في العراق أشكر السيد عماد جاسم وكيل وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية ومن بابل الدكتور محمد الربيعي مدير مهرجان بابل الدولي شكرا موصول لكم سادة المشاهدين نختم الحلقة وياكم بهذه المقاطع حيث أشاد عدد من المشاركين بفعاليات مهرجان بابل الدولي واعتبره جهدا متميزا وواجهة حقيقية للفن وجمال آملين أن يكون هذا فرصة مناسبة للتلاقي والتقارب ويعكس الوجه المشرك للعراق شوفكم باتشا من شاء الله في أمان الله نشوف هذه المهرجان اللي صرلوا كذا السنة غايب كان وهلأ أكيد بهالضخامة بهالجمال مع الشعب العراقي الجميل نحن كتير متحمسين لهالمهرجان وأكيد منتشكر كل التنظيم على الاستقبال الحلو من البداية المهرجان لحد هذا النهار فخورة جدا بكل ما شفته بالمهرجان من كوادر من حماية إلى تنظيم إلى صراحة الجنود المجهولين اللي خلف الكواليس كل الشكر لهم على ما قدموا على إنجاح هذا الحفل من بعد غياب سنين طويلة سعيدة جدا بمشاركة بمهرجان بابل احنا اليوم جايين لحتى نقدم دبكات اليوم اجت محافظات الغربية صلاح الدين لتمثل ونقل الدبكة المعروفة بالشوبي العراقي الأصيل الجمهور لاحظنا أنه يتفاعل مع هذه الفعالات الثقافية والموروث الثقافي الجميل فضلا عن المشاركات الجميلة العالمية اللي جاءت من كل أنحاء العالم شفنا بابل اليوم عادت تزهو بوجهة جميل بابل اليوم تحتضن مهرجان بابل من جديد جهزنا الرأسات التراثنا الأرمانية للشعب الإراكي وكتير مبسوطين بالهدر بمهرجان لأنه وصلنا 22 سنة اللي هلا هاي السنة نحنا مشاركنا بالمهرجان ومهرجان يكون للحب للعالم كله وجايين من كل الدول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة